السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اشباه في شرح جديد قبل ما ابدأ في الشرح اعايز بس اقول للناس اللي بتابعت على الفيس يعني انا اسف ان بتاخر في الرد لاني مشغول جدا الايام ديت وبدليل ان انا بطلت انشر فيديو يوميا اخر فيديو نشرته من 4 ايام انا متأسف جدا انك انا هحاول والله ان انا ارد على رسائل الفيس او كومنتات اليوتيوب بالنسبة برضو لشرح النهاردة فكان الناس كتيرة طلبت موقع استثمار لعملات الرقمية زي البيتكوين والداش والاسيريوم والعملات ديت فانا النهاردة جاي بموقع تعديل مخترم جدا وهو لسه جديد بالنسبة للناس مثلا لو حد عايز حلقة معين عن موقع معين او شرح معين ممكن يسيب رأيه في الكومنتات وباذن الله هحاول ننزل الحلقة اللي عليها كمية مشاهدات اعلى او ناس بتقول تتكلم عليها عايزها مثلا اكتر الناس اغلبية الناس على موقع واحد هشرحوا باذن الله وده الوقت عشان ما تقولش المقدمة نروح لشرح الموقع ولو انت او مرة تشوفني ياريت اشتراك في القناة وفعل زر الجرس ده موقع التعدين النهاردة هو بقاله 49 يوم لغاية وقت الشرح 49 يوم على الانترنت ده المبالغ اللي تم الإداءة عنها يعني تم الإداءة في الموقع بالمبلغ ده 97000 دولار تمامنا عرب نشوف الكلام ده بقولك شركتنا في الصين وكميات المكسب بتاعنا تم اجهزاتنا في الصين 72% اجهزات التعديم بتاع الموقع طيب اول حاجة بنيجي هنا عند ابداع الان هنا بيكتب بيقولك داخل اسم المستخدم اسم المستخدم ده اللي هو زي بدل بريد الالكتروني لما بتيجي تخش الحساب بيكون اسم ما عدش تستخدمه قبل كده غيرك في الموقع والبريد الالكتروني والبسولد وبيخش معك على طول بتوافع الشروط وبيدوس بيفتح معك الحساب على طول مش بيبعث لك رسالة تفايل نلوح كده على شرح الموقع بعد ما سجلنا فيه انا مسجله اسم المستخدم بتاعي ده بتاع الموقع طبعا اهل عملتين هنا في التعدين هو البيتكوين والبيتكوين كاش والبيتكوين انت كده ابتديت التعدين على البيتكوين لكن دي سرعة قليلة السرعة هنا قليلة جدا دي سرعة مدينية طبعا انا مش بشجع الناس يعني ارجع اقول برضو الكلام اللي بقوله كل موقع تعدين او موقع استثمر انا دوري بشرح الموقع لا بقولك استثمر ولا بقولك ما تستثمرش انت دي حاجة ترجعلك انت انا دوري شرح الموقع مش اكتر او بجيب المواقع اللي هي او بقية على قل كويس انا قبل كده كنت شرحت الموقع الروبل وقلت الموقع ده انا ابمنه وساحب منه كميات روبل بالعضيد الموقع ده قلت عنيه كذا مرة هسنقولك برضو في صندوق الوصف اسفل الفيديو لو انت مش عاجبك الموقع ده ممكن ترجع لموقع الروبل دوت استثمر روبل ده موقع متاس جدا انا ببنوا ده بقى الموقع ده تمام هنا العملتين دول بتبدأ عليهم تعدين زي ما انا وريتك كده انت عايز تعمل اداع بتخش هنا على كلمة الوديعة دي العملات اللي ممكن تعمل بيها اداع البيت كوين بيت كوين كاش دورجين اثريوم اثريوم كلاسيك لايت كوين مثلا احنا عندنا هنا الدولار بديجي هنا مثلا عندي بيت كوين وبدوز انشاء محفظة دوست انشاء محفظة بيبعتلك الشفرة دي وبتاخد الشفرة دي بتروح عن محفظة بتاعتك اذا كده انت معاك باير او فوسب بي اي حاجة بتستخدم الشفرة دي لارسال العملة اللي انت هتعمل الشفرة دي خاصة بالبيت كوين بس عايز تعمل عملة تاني بتدوس على نفس العملة وبتدوس انشاء محفظة تمام وعمل لك محفظة للعملة دي فقط كل عملة ليها الكود بتاعها او الكود المحفظة الخاص بك انت بس تمام هنا بيقول لك الاداع وبياخد مثلا المبلغ ده تمام نيجي هنا بس لو عندنا ربح عايزين نسحبه هنا نفس الحكاية بتيجي مثلا انت عندك هنا عملت استثمار بالبيت كوين وعملت انت عملت التعديل على البيت كوين يعني انت جمعت عملتك من البيت كوين بتيجي هنا بتحط المبلغ اللي انت هتسحبه طب خلي بالك بس ان هنا في صفار يعني انت بتحط مثلا ايه الصفر كده وبعد كده تحدد المبلغ اللي انت بجمعه بيظهر عندك فوق نرجع للداشبورد تاني زي انت شايفين دي قائمة الصفار بتاع الموقع مثلا انت معاك مثلا هنا 100 معاك 1000 لازم تحط الرقم ده زي ما هو كده تيجي هنا مثلا لو خدت كوبي مثلا لو انت معاك الموقع الرقم ده مثلا خدت كوبي بتيجي هنا بتحط الكوبي ده كده انت معاك ايه المبلغ بتاعك مزبوط لا ممكن الناس تيجي تقول انا معايا 1000 لا مش هيسحبه خالص الرقم ده بكبير جدا انت كده معاك 1000 1000 من عملة البيت كوين يعني ده ولفات من الدولارات وبتيجي هنا تختار المحفظة بتاعتك طبعا انت تسجيلات هنا مثلا المحفظة البتكوين باير بتاعتي فلو انت على جهزك متعود تسحب المواقع هتظهر لك هنا على طول معاكش بتروح تجيب المحفظة بتاعت السحب ايا كان المحفظة اللي انت بتتعامل عليها وبرده هسيب لك اسفل فيديو شرح المحفظة الفوسب باي والباير اللي عايز يسجل عليها محفظة عشان يتعامل على المواقع ده موجود والفوسب باي برده لها مواقع انك بتجمع منها بيت كوين مش لازم انك انت تعمل اداع بفلوس خارجية ممكن تجمع وتجي تعمل اداع في المواقع ده يا بو انت كده مخسرتش جد شوية تعمل على جهاز الكمبيوتر وكده شرح النهاردة خلص واشوفكم في شرح جديد من قناة تايجر ويب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته